أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هاشتاغ في خضم ثورة المشاريع الحالية لا سيما الصحية منها من تجديد وتوسيع للحالي من المستشفيات والمراكز الصحية وإنشاء الجديد منها ومضاعفة السعاء السريرية وفي خضم تزايد حالات العلاج بالخارج وتضخم أعداد المرضى بسبب أزيادة طبيعية للسكان مقابل تواضع أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية والكادر الطبي خصوصا الأطباء تبرز لنا مشكلة يخشى أن تتحول إلى ظاهرة ألا وهي هجرة الأطباء الكويتين هذه هي الهجرة التي تسير في مسارين خارجي وداخل لأسباب ومبررات متعددة وللتعرف على هذا الملف قررنا أن نلقي الضوء على تفاصيله بمعية المتخصصين والعاملين فيه أيضا هاشتاغنا الليلة بعنوان مشاهدين الكرام هجرة الأطباء وللحديث حول هذا الهاشتاغ ورحب ضيوفي الكرام الدكتور محمد الجناعي أمين عام الجمعية الطبية الكويتية حياك الله دكتور محمد ويانا أهلا وسهلا حياك الله وكذلك الدكتور حسين حياتي استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفروية والزراعة الأضافي المستشفى الأميري حياك الله ويانا دكتور حسين سنبدأ هذا الحوار ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير عن هجرة الأطباء وهاشتاغ الليلة ومن ثم سنبدأ الحوار حياكم الله من جديد مشاهدين شاهدنا معا هذا التقرير الافتتاحي لهاشتاغ الليلة هجرة الأطباء البداية ستكون مع الدكتور محمد الجناعي أمين عام الجمعية الطبية الكويتية دكتور محمد حياك الله من جديد ياهل ومرحبا فيك نبي نسأل عن حجم مشكلة هجرة الأطباء يعني هل نبالغ عندما نقول هجرة الأطباء وهل هذه المشكلة في تزايد؟ بداية أشكر قناة المجلس تحت لنا فرصة الحديثة على هذا الموضوع والذي أتوقع أنه هو مشكلة وظاهرة الدكتور الواحد إذا فقدناه نسبة لعدد الأطباء في الكويت يعتبر قيمة إذا خسرنا واحد معناته الكويت خسرت طبيب معناته خسرت طاقة ما رح نقدر نعوضها إلا بجلب أطباء آخرين من الخارج فأنا أتوقع لا هي تعتبر مشكلة الآن ومقبلين على تضاعف هذه المشكلة في القريب العاجل يعني قاعد تزيد المشكلة قاعد تزيد وإحتمال أنه تأدي إلى مشكلة لأنه نسبة لكويتيين كأطباء إذا ظلينا مثل ما إحنا وما صافي أي هجرة رح تقل حتى لو زدنا كميات الأطباء اللي درسون في كلية الطب يعني الآن اللي قاعد يدرسون بكلية الطب الطلاب الطب وأيضا أنتم الموجودين حتى لو استمر الوضع على ما هو عليه دون هجرة لأي طبيب رح يقل عدد الأطباء الكويتيين نسبة الأطباء الكويتيين الآن 30% 30% مع خطة التنمية اللي عندنا تقريبا 6000 إلى 7000 سرير قادم خلال الخمس سنوات القادمة والآن طاقتنا الاستعابية الحالية 8000 فنحن نحتاج بالضبط تقريبا زيادة 40% من العدد الحالي طبعا بالخمس سنوات ما قد توفرها ككويتيين وعدد الكويتيين الأطباء كل سنة ثابت عدد مخرجات كليات الطب سواء في الكويت ولا بالخارج فالتوقعات رح تنصل إلى 17% كأطباء كويتيين في القطاع الطبي حتى مع طلاب الطب الموجودين حاليا وين المشكلة دكتور محمد أنت أمين عام الجمعية الطبية الكويتية وأنت أعتقد أنك معني بهذا الأمر وين المشكلة بضط؟ ليش هذا العدد القليل لأطباء الكويتيين؟ هناك مشكلتين المشكلة الأولى في التخطيط أنا الآن عندي خطة توسعية لابد إيوازيها عدد في المنتجات المحلية في الكويت يعني كوادر الوطنية في الكلية الطب لابد أن تزاد تزيد العدد افتح كليات الطب في الكويت زيد عدد المبتعثين ليدسون الطب في الكارج حتى تواكب وتواسي الاحتياج في المستقبل في الوضع الحالي لابد أن تستخدم وافدين كأطباء هذا أنت الحاجة ضرورية لكن قوة المجتمع أن يسوي اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي ليس فقط بالمصادر الطبيعية كذلك بالموارد البشرية لابد هناك تكون خطة على مستوى الحكومة نحن لا نتكلم عن مستوى على مستوى الدولة لابد أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في الموارد البشرية الموارد الطباء من وين يتيك من كليات الطب كليات الطب نحن الآن في هذا الموسم تحديدا الآن فترة الصيف التي هي خريجية ثانوية ثانوية العامة أو غيرها يتوجهون إلى الكليات الآن كم نسبة كليات الطب كم يبون عدد ولا كنسبة لا نسبة مئوية نسبة مئوية توقح بحدود 93 أو 92 لكن أنا مو هذا لا بس أنا في شغلة لازم نوه عليها الآن يبون 93 وهم يدرون أن عندهم نقص نعم والنسبة مرتفعة عالية جدا لا أنت تنزل النسبة لكن في نسبة 92 أو 93 أو 90 أنت مقبول النسبة لي 85% يقبل طالب كليات الطب لكن لأن الأعداد محدودة تلقي أقل واحد قبل نسبة 92 أنا مو هذا القضية القضية أن تزيد افتح كليات طب ثانية قيرا الموجودة في الكويت زيد عدد المبتعثين طاقة الاستيعابية لا تكفي لها طاقة توقع 120 طالب مدينة صباح السالم الجامعية التي سمعنا فيها من أيام ما كنا طلاب هذا إن شاء الله إذا سهل مفتحت وكان فيها كل الطب يفترض أن تزيد لكننا لا نستطيع هذا مشكلة المشكلة الثانية عدم جذب الأطباء الموجودين حاليين كلكويتين هذه رح نتكلم عنها دكتور محمد لك أنتقل الدكتور حسين حياتي استشاري جراحة الكبد و البنكرياتس و القنوات الصفراوية و وزراعة الأعضاء في المستشفى الأميري و أيضا الدكتور حسين أنت عندك أعتقد تجربة في العمل بالخارج أنت نستطيع أن نسميك من الأطباء المهاجرين أو لليل حين بسم الله الرحمن الرحيم و أحب أشكركم على الاستضافة إياك الله إن شاء الله يكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله مشكلة الهجرة الأطباء كانت لي خبرة سابقة أنه فيه أمور نحن نعرف أسبابها لماذا هجرت سابق؟ طبعا سبب هذه التجربة أول شيء تعريف وزارة الصحة في جانب إداري و الفني و العصب هو الجانب الفني جانب الفني مختلف تخصات نحن نتكلم من فنيين لي أطباء لي تمريض هذا كل فنيين نحن فنيين الإداري ثابت الإداري في وزارة المالية نفسه في وزارة الإعلام نفسه في وزارة الصحة المحاسب القانوني هذا لا يتغير لكن الفني هو اللي يميز وزارة الصحة الإبداعي من الفني لذلك أنت لازم ترعى هذا الإداري مسخر يعني وظيفته مسخر أنه يرعى الفني فني عشان يبدع على أساس ينجز هذا الشيء ما لقيتو موجود للأسف مشكلة الوزارة أنه في مشكلة في تقييم الشهادات والخبرات يعني أنت الحين لاحن بالكويت ما عندك سيستم لتقييم الشهادات مثلا أنا لما قدمت استراءات وسافرت للمملكة العربية السعودية عندهم هيئة خاصة الهيئة السعودية التخصص طبية لما نيلك دكتور متخرج من أمريكا منخرج من كندا متخرج من إنجلترا عنده شهادة إنجلترا أو من دول عربية أو من دول آسيا كل واحد له تصنيف هذا شهادة شلون خبرته شكثر يحطونه استشاري على ضعه يترقى هذا يحطونه مسجل مسجل أول على حسب الخبرة لذلك في تصنيف في تقييم للشهادات إذا كان في شك في مقابلة شخصية إذا كان في شك يسوون امتحان له فيه سيستم وهذا اللي الحين الكويت تفتقر نحن نتكلم من ألفين واثنين نحن لما رجعنا المجموعة الكبيرة اللي رجعنا من الخريجين كندا و أمريكا و صارت المشكلة ما اللي خلاكم تروحون دكتورنا نحن نعرف السبب هذا أحد الأسباب أن أنت فنيا ما تعطيني حقي فنيا فأنا أطلع من الوزارة أروح للبعثة مساعد مسجل أرجع مسجل كأني لم أعمل شيء كأنت أنت ما قيمت شهادتي أنت ما احترمت شهادتي أنت ما احترمت خبرتي فأنا أكون محكم باللي فوقي اللي فوقي رئيس قسم من العهد القديم سيستم يختلف تدريبي سيختلف عن تدريبي أنا سيصير في تضارب بعدين يصير في كلاش بين الطرفين يصير في عداءات خلاص أنت ما رجل تنجز ما رجل تبدع لأن هذا لا القوة أنت تتوك يا يديد ما عندك أي قوة ما عندك أي سند زي فتقييم الشهادات وتقييم الخبرات و عدم وجود سيستم لتصنيف الشهادات هذه مشكلة كبيرة لازلنا نعاني منها لازلنا نعاني منها طيب هناك حوافز معينة للأطباء هل أنتو تفتقدون للحوافز لا يوجد حافز يدعم عملكم أو يساعدكم على الإنجاز يساعدكم على البقاء مو بس الإنجاز يعني أنتو قاعد تهاجرون الآن الحين أنت أول شيء لازم يعني كجهة موظفني أنا أنا قصدي وزارة الصحة تحترم شهادتي تحترم خبرتي تعطيني المستوى الفني اللي أنا يعني يليق فيه الحوافز هذه هذه أمر ثاني لأنه فيه أجر مقابل عمل شوفت جهودي شلون وقيمني على حسب الجهود يعني السيستم في أمريكا وفي كندا كل ما شتغلت أكثر يدفعوا لك أكثر لكن هنا في مسمىك استشاري سواء كان عملك مكتبي أو أنت جراحة أو أنت في المختبر معاشك نفس الشيء ما يصير المعاش والتفاصيل هذه كلها راح نتكلم عنها دكتور رحسين لكن بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين الكرام فاصل الواصل حياكم الله مشاهدين الكرام دكتور محمد أنت من المهاجرين داخليا ولا خارجيا داخليا داخليا يعني أنت هجرت أيضا وزارة الصحة أي نعم ماذا أسباب هجرت الأطباء داخليا وأكيد أنت تعرف الأسباب إذا أتكلم لا أتكلم عن نفسي لكن أتكلم بصورة عامة مثل ما تفضل الدكتور رحسين قبل شو قال أن هناك في قصور أو في النظام الإداري في وزارة الصحة وأنا أتفق معه أيضا هناك النظام الفني ما هو محدث لابد الدكتور هناك توصيف وظيفي للأطباء معامهم لهم حقوق لهم واجبات هذا اللي نفتقره في وزارة الصحة ما هذا موجود موجود يمكن نحبره على ورق لكنه ليس مفعل هناك الأطباء يعني نقول في وزارة الصحة إذا منتكلم مثل ما تفضل الدكتور رحسين قبل شوي الترتيب أو المسميات الوظيفية ما هي من متى دكتور خبرنا فيها من سنين ما تعدلت ولا تطورت في المقابل القطاع الخاص ولا في دول الخليج كلها صار فيها تطوير وفيها تحديث من الأسباب بس من ما فعلها من السبب بعدم تفعيلها هي موجودة تظهر موجودة حبر على ورق أنا من وجه نظري من وجه نظري أن النظام الإداري في وزارة الصحة يحتاج غرب له لا يمكن لا يمكن أن وزارة الصحة هي تقدم الخدمة و هي تراقب نفسها يعني أنت لابد تفصل دكتور محمد تابون رقيب على وزارة الصحة لابد رقيب على مقدم الخدمة خل المسميات هناك كل دول الخليج الآن تحولت من وزارة الصحة إلى هيئات هيئات رقابية تراقب أداء وزارة الصحة وتراقب الأداء القطاع الخاص إذن الخلل من وزارة الصحة نفسها نحن هذا نقوله من زمان يعني الأطباء نفسهم النظام الإداري في وزارة الصحة و أنت مع تحويل الوزارة إلى هيئة لا بد لا بد ما الفائدة منها لا أنت الآن كوزارة تقدم خدمة عن طريق مستشفياتك من يراقب هذا من يحاسب هذا المستشفى الذي تبع الوزارة هناك محاسبة لا هناك محاسبة أنا أنا كنت في مستشفى الأميري بس دكتور محمد ممكن صحح للمعلومة أنا ما أدري لكن الآن القياديين في الوزارة بشكل عام أو المسؤولين على الأطباء مو أطباء نفسهم ما كانوا أطباء نعم طيب إذا أنتوا ليش ما تعالجوا مشاكلكم نفسكم الدكتور حسين تقول لا مو أطباء أو شيء لا أطباء أطباء تحولوا من الجانب الفني إلى الإداري بس مو هذا مو هذا قضيتنا الآن قضيتنا إذا ما نوجد نظام هالإداريين يتبعون هذا النظام النظام لا يوجد داعي نخلق النظام هناك أنطمة جاهزة بس مجرد تطبيقها في الكويت لا نقعد نقول اخترعوا شي جديد أقرب دول الخليج حوالينا نرى ما بدعوا وما طاحوا في مشاكل على ما وصلوا فإننا لماذا نبدأ من الأول نرى من اللي ناجح ونقلده وهم حتى أهم لم يكتشفوا شي جديد كل أخذوا تجارب الدول ناجحين دول الخليج كلهم ناجحين إداريا وفنيا نعكس النجاح الإداري على الجانب الفني أنا كدكتور فني في عيادتي في قرفة عملياتي أرتاح إذا كان النظام واضح معي كنظام إداري ما علي استرس يعني نقدر نقول الآن وزارة الصحة بما أن غير ناجحة إداريا في إدارة أمور أو شؤون الأطباء الفنيين ففنيا وزارة الصحة أيضا غير ناجحة التعريف ما هو يعني ما أقدر أقول جملة لأن هذا يعتبر على أداء الطبيب مع المرضى لكن أنا الذي أقصده إنعكاس أداء الطبيب إنعكاس أداء الطبيب مع المرضى لابد أن يوازي هناك نظام إداري يريح هذا الطبيب إداريا كمسمى كراتب كمعاملات يعني توفير بيئة صالحة يعني يكون لحد الآن من يومين ثلاثة يكلمون الأطباء الاعتداءات متواجدة راح نتكلم عنها في عند هذه المشاكل تخلي الدكتور يعني بلا شك أكيد البيئة غير صالحة العمل دكتور حسين نحن نتكلم عن الهجرة هل هي دائما في صالح الأطباء الهجرة أكيد في صالح الأطباء لأنه يختار الأفضل العرض الأفضل حق روحه بما يوازي خبرته وشعادته يعني عندنا شباب من 2002 وفوق راحوا كندا وأمريكا وتطوروا في خلال فترة بسيطة ليش؟ لأن الجو مهيئ لهم أنت يعني القضية الناس كله تفكر بالجانب المادي لا القضية ليس جانب مادي أنا طبيب همي أن أساعد الناس بعلمي وخبرتي زي من المقابل أنا أب أنا أنا معاي أسرة لازم لازم أرعاها ووفر لها الحياة الكريمة تأكيد طيب أنت كإداري لازم تهيلي هذه الظروف أنا إنجز لك فنيا أنت تعطيني حقي أنا ما طالت أكثر من حقي بما يعني يوازي الدول المحترمة يعني اللي تحترم هذا التخصص زين الدكتور بس السؤال دكتور حسين شنو تستفيد وزارة الصحة من الطبيب الكويتي عندما تتيح له فرصة العمل في القطاع الخاص أو أيضا فتح عيادة خاصة بعد العمل سنوات قليلة في الوزارة أو في خدمة الوزارة وهذه الوزارة هي التي دفعت الأموال وسنوات عديدة لكي يدرس هذا الطالب في كلية الطب وغيرة ويتخرج ويعمل في الوزارة شنو استفادت إذا دخلت بعد سنوات قليلة يروح يهاجر أو قطاع خاص أو عيادة خاصة القضية لماذا أنت تخلي الطبيب أن يروح القطاع الخاص لماذا لا تحافظ على الطبيب عندك لأن أنا إذا رحت على القطاع الخاص لماذا هذا الشيء طالبون في الربا إذا أنا رحت القطاع الخاص رح يكون عملي أو مجهودي موزع على مكانين هذا رح أكون قادر أن أدي أو أنجز في المكانين رح يكون في نقص في مكان واحد رح يكون أدائي أقل في مكان واحد أنت كوزارة ليش تخلينا أنا أروح الخاص ليش ما توفر لي البيئة الجو المناسب أن أنا أظل عشان أكون عندك استقرار أنت عندك نقص الأطباء الكويتيين أنت تحتاج ولد البلد هو القلب على البلد يوفر لك الاستقرار إذا محتاج لتخصصات وتخصصات نادرة لما انتفقد التخصصات النادرة ويروح في الخاص يشتغل مثلا واحد عنده جراعة تعضاء ويروح بالخاص يشتغل جراحة أمة أنت فقدت التخصص النادر وبعدين تيني كوزارة تسألني عن سبب عزوف الأطباء للتخصصات النادرة أنت ما قعدت رعاهم فالقضية أنت ليش أنت كوزارة ليش تخليني أنا أروح أسعى الخاص إذا فيه خلل هو القانون الحالي يتيح للأطباء هم يعملون في الخاص وفي الوزارة بنفس الوقت يتيح مسموح لكن خارج الوقت الرسمي يعني أنت من بعد الساعة ثانية أنت حر تستطيع في العقضاء الخاص وهذا الشيء أنتم لا تطالبون فيه أصلا الأطباء موجود هذا هذا موجود يعني وليس يقولون من صالحهم ماديا من صالح الطبيب لكن نحن نتكلم عن النوعية العمل نقدر نقول أن والله أنتم يا الأطباء وأيضا السؤال موجه الدكتور محمد كذلك الطالبون بأن الوزارة تمنع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا الدكتور لا الدكتور يقول هاي الجو بحيث أنت تخلي الدكتور مايروح القطاع الخاص يقعد في الحكومة لأن الجو مناسب حتى لو الجو مهي الدكتور محمد والقطاع الخاص سيضر عليه أيضا مصدر آخر هذا جزء من ضمن الحلول لماذا تخلي الدكتور يروح القطاع الخاص ويقدم افتح مجال في القطاع الحكومي اعمل زيادة تاخذ زيادة مثل حال الدول لكن عندنا مضلة الخدمة المدنية تعمل 100% عطاء او 50% تاخذ نفس السرات في النهاية سنتكلم عن موضوع هذا الخدم المدني لكن نحن سألتك سؤال دكتور محمد هل ظاهرة الاعتداء على الأطباء في المستشفيات الحكومية أثر في هجرة الأطباء انت تكلمت عن الموضوع هذا قبل قليل سالفة الاعتداء على الأطباء لا لا نستطيع نحكمها في الحكومة هذا لا هو سبب رئيسي لكن سبب هو ظاهرة في الكويت نحن لا نحمل هجرة الأطباء على هذه الظاهرة لكن هذه ظاهرة يجب حلها سالفة الاعتداء على الأطباء هذه أمر غير مقبول لكن لحد الآن رفعنا القانون القانون عند فتوى التشريع يفترض ينطرح على مجلس الأمة في دور العقادة القادم ويقول عقابة رادع على الذي تسول نفس أن يعتدل الأطباء لكن دكتور محمد من يحمي المراجعي والمرضى من التعسف أو تعسف بعض الأطباء في المعاملة أو سوء المعاملة كما يدعي البعض ويقول أنها سبب من أسباب الاعتداءات المتكررة سؤال لكم الدكتور حسين كذلك من يحمي المرضى القانون مثل ما يحمي الطبيب يحمي المريض أي مريض يعتقد أن هناك سوء تعامل من أي دكتور لا الحق أن يذهب يشتكي عليه مثل ما للطبيب الحق لكن ما نرى الان الاعتداءات في العكس الاعتداءات من هناك بعض ما نقول لكل هناك بعض المرضى التي تدون على الأطباء سواء باللفط أو بالطق أو هناك هناك بدأت تصير هي ظاهرة ولا تزال ظاهرة لكن نسع الآن هل معين عندكم للشكوى أن شكوى تأخذ مجراها وغيرها هناك خدمة معينة للمرضى بأن يسهلون لهم موضوع الشكوى أو هو بروح مريض وتعبان والطبيب مثلا أساء المعاملة نقول البعض كإدارة في المستشفيات نعم أنا كنت نائب مدير المستشفى الأميري ودينا نظام للشكوى ويتم هذا الأمر موجود هذه شكوى إدارية تسمى وتعالج هناك بعض الكوالي وتأخذ الروتين وتروح البيوقراطية لا لا يعتمد على التنفيذ لكن للمريض الحق إذا حس أن هناك اعتداء أو سوء تعاون لا الحق أن يأخذ الشقة الإداي وليس المغفر يشتكي حال حال لكن نفس الشيء للطبيب نحن نشوف أن الاعتداء من المرضى على الأطباء سأخذ تعليق بسيط من دكتور حسين على هذه الجزئية دكتور حسين يقال أن بعض الأطباء يتعسف مع المرضى ومع أهالي المرضى ما هو الحل لهذه أو المشكلة وهذا الأمر يؤدي الاعتداء المرضى أو أهالي المرضى على الطبيب ما هو تعليق على هذا الأمر بإيجاز لتجعل فاصل دكتور حسين الجو اللي تهيأ حق المريض حق عرفهم حق الطبيب تخلي الاعتداء لنلاحظ أن معظمها تكون في أقسام الطوارئ أو الحوادث نزيل ليش لأن الطبيب يشوف عشرات مئات خلال فترة الشفت هل هذا شيء صحي حق المريض وحق الطبيب فأنت ما هيئت للجو فهذا يبرر تعسفه لا تنسى سيد أحمد أن الطبيب بشر والبشر قدرات وكل واحد لقدرة لما أنت تحط تحط أمية مريض أنا أشوفهم خلال ساعات بسيطة جدا وتبيني أعطي كل مريض حقه وأتعامل مع كل مريض بابتسامه أنا رح أتعب نفسيا أنا رح أنا إنسان أنا بشر لي طاقة أنت قاعد ما تستهلك الطاقة أنت قاعد أنت قاعد تمتص الطاقة رح نتكلم عن الطاقة إن شاء الله وطاقة الأطباء ووالله يعطيكم العافية جهودكم واضحة ومشكورة لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام حاصلنا حياكم الله من جديد ومشاهدين الكرام دكتور محمد يقال أن الهجرة صارت عكسية لم أسولكم كادر آخر مرة فصارت عكسية الآن من الخاص إلى العام هل هذا الكلام صحيح؟ والله ما سمعت بذلك لكن أنت لتفضلت في الكادر الجديد أنت تتكلم على كادر من ألف و ألفين و أشرة ماذا؟ ألفين و أشرة ما يعتبر جديد تشكر؟ يعتبر من أقدم الكوادر التي أكررت لا كادر المعلمين في 2011 كادر المعلمين في 2011 و أكرر لهم بدلات لا أكررت هذا بس تثبيت المراقبين و غير المدر المناطق التعليمية عشرة قبلهم لكن الشيء بشيء يذكر بسافة الكوادر يعني نحن في النهاية مثل ما تفضل الدكتور نحن دول الخليج لماذا الدكتور يهاجر إلى دول الخليج؟ أقرب كالتور يعني اجتماعيا نفس الشيء لكن يفوق ما يسلمه الدكتور الكويتي في وزارة الصحة يعني لتسوى الواحد بس هناك دكتور محمد مو أداءهم أفضل تقول خدماتهم أفضل نعم يأخذ أكثر لا هو أن تعدل النظام الإداري ينعكس على الأداء الفني على طول هذا هناك مثل ما نقلنا بساعة أنه في هيئات و في نظام إداري يريحك فأنت لابد أن الأداء يكون أفضل ما أقول أن الأداء هنا سيئ لكن الجو ما هو مناسب أن أنت تعطي أمية بالأمية وتاب يئمية بالأمية وتكلمت أنت أيضا عن دوان الخدمة المدنية هناك مطالب بعدم وتفضلت فيها بعدم إخضاع مهنة الطب لقوانين دوال الخدمة المدنية أول شئ ما هو هذه القوانين و ما هو السبب أول شيئ نحن نعتبر نفسها من مهنة الشاقة تعتبرون نفسكم لكن كتصنيف ممهنة الشاقة كتصنيف لا لكن نحن نعتبر كأطباء كممهنة شاقة هذا أغلب المهن تعتبر نفسها لأسباب ضغط نفسي اعتداءات في اللف وضغط اجتماعي نظام الشفتات والخفارات ضغط صحي معرض للأمراض أنت ما تدري شنو أنت معرض له ضغط بدني اعتداءات ما تدري من متى تطلع لك هذه كلها ضغوط تعتبر المهنة اللي قاعد فيها ما تقدر تواسيه وتتعامله كأن تتعامل موظف قاعد على مكتبة فوق هذا في الكرايزيس في الأزمات كل القطاع أو كل الحكومة تجمد إلا القطاع الصحي يعمل في الغزو رح أي مؤسسة حكومية تلقى موظفين قاعدين رح المستشفى تلقى ديكاترتنا قاعدين كوتيين رح تلقاهم وهذا اللي شفناه بأيام الغزو كل مهنة دكتور محمد ترى نفسها هي يعني مؤدية بشكل جيد و هي الكل يحتاج لها لا احترام حكومهم لكن في بعض الأزمات أو في بعض الأوقات في بعض الأوقات لكننا نعرف شنو القوانين يعني تحديدا القوانين اللي ما تبون تخضعون لها نظام الحوافز انت مساء قلت الحوافز حقي بكتور شفتك أنا ضحكت أنا الحوافز أمانتين ما سمعناها في وزارة الصحة أبدا كلمة حوافز ما فيه أعمال ممتازة هذا البونس السنوي نهاية السنة و ما هي يعني نقول مجزية لعمل الطبيب لمدة سنة قاعد و يشتغل و يداوم و يخافر يتيلا على أرقام بسيطة ما هي مجزية أمانتين فما نعتبرها من حتى ما نسميها ما نسميها حافز هذه كل المهن شديد دكتور محمد كل المهن لذلك أنا أقول لك مهنة الطبيب إحنا ما نعتبرها كحال باج المهن أنا ما قاعدت طبيب قلت لك قاعد على مكتبك من الساعة سبع إلى ساعة ثانتين بدأ نروح البيت لا أنا قاعد عرضك على مشاكل و ضغوط أثناء الدوام و مطلوب أنك تداوم بشفتات خارج وقات الدوام و إذا صار لها سمح الله أي أزمات لا بد أن تكون موجود ما قاعدني لأن ما تأخذ عليها مقابل عشان تقل الدكتور حسين بإجاز خارج وقات الدوام ما تأخذ عليها مقابل ساعة إضافية ساعة إضافية نقر لها حتى الأطباء الآن لم يداومونها لأنها غير مدزية بس استخدونا عليها نعم دكتور حسين تعليقك على موضوع دوام الخدمة المدنية لازم نصير فكرة ارتباط يعني يعني ما تقلت تخضع أنت تقول لي كل مهنة تعتبر يعني كل شخص تعتبر نفسها هي مهنة المتعبة لأن هذا خطأ إداري الإدارة هو أموما الحكومة لازم تصنف أن هذا عمل شاق ولا مو عمل شاق إذا كان الطبيب مو عمل شاق اسمح لي الإدارة تحتاج إلى غسيل مخ وهذا اللي قاعد تقول أنت الآن في هذه الحلقة بالأرق الطبي يعني أنا لما أشوف وهذه المشكلة الحوافز مشكلة الرواتب خلت الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية مشكلة الحوافز مشكلة الرواتب خلت الناس أنا ليش أتعب نفسي ليش أأدي 100% فاللي قاعد يأدي 20% يأخذ نفس راتبي وصارت النظرة بهالطريقة هذه فقد بعض الأطباء فقد ضمير أصلا ليش أنا داوم ليش أي يروح في غير الأوقات في الوقت الرسمي ما للوزارة يروح الخاص يروح يشتغل ويمشي لراتب يمشي لراتب أنت خلقت من هذا الإنسان نوع من الانحراف بسبب إهمالك بسبب سوء الإدارة بشلون أنت تحطني في نفس التصنيف مع مهن أخرى ما يصير لازم في حوافز لازم تكسب الطبيب تضمن استقرارية الوزارة تحافظ على التخصصات النادرة إذا ما قمت بالعمل ما سويت غربلة حق النظام الإداري علشان أنت شغلك كإداري مثل ما أنا ذكرت سابقا أنك نتهيأ الجو المناسب للفني لأنه عصب الوزارة الفني اليوم أنا كنت في المستشفى ودشيت المختبر نزيل أنا شغل أتابع فحوصات بعض المرضى أشوف الشباب المختبر وأنا عندي أعرف أنه عندي لقاء معاكم نزيل قلبي تحسر على الفنيين يقول هذا الفني قاعد يشتغل شفتات لكن شوف راتبشتون صاير لكن شوف الإدارة الي في الوزارة أنا ما أتكلم عن أنا ما أتكلم عن صغار الموظفين أنا تكلم عن المسؤولين رواطنهم تنفوق الفنيين هذا كلام أنا وحاسب عليه رواطنهم تنفوق الفنيين ما تنفوق بشكل معقول لأن هذا الإدارة يحط نفسه في لجان وما يحضر ويأخذ مكافآت عليها هذا الإدارة بعضهم يأخذ بونس أنت تتكلم عن العمال الممتازة العمال الممتازة إذا كان استشاري يأخذ 700-600 دينار البونس حق وكيل مساعد ولا هذا شوف شوف كذا ما شاء الله بالآلاف إذا دكتور حسين أنت ما تشوف دكتور حسين أن المشكلة كلها خليتوها مادية لا ممادية لأن أنت تطرقت حق المادية أنت أسئلتك كانت مادية لكننا لدينا تصنيف ثاني بعد هذا ما تكلم عن نفسنا أنا ذكرت أن هناك شيء معنوي في تشجيع معنوي لما أنا طبيب هذا السؤال عندي دكتور حسين يعني قوانين الجمع بين العمل في القطاع العام و القطاع الخاص هل ترى أنها في صالح الأطباء و كذلك في صالح الرقي بمستوى الخدمات أو تقديم الخدمات في وزارة الصحة ممكن ممكن يكون في رقي لأن أنا ممكن أن أنت ما توفر لي كهيئة حكومية ما توفر لي الجو المناسب أنا أبدع في القطاع الخاص لذلك في عندنا الشباب قاعد يبدعون في القطاع الخاص لأن الظروف هو يعتله عند عيادة عند الأجهزة التي يبيها القضية أستاذ أحمد أنت ركزت على الجانب المادي لا مركز على الجانب المادي نحن قاعد نسأل عن قوانين دواء الخدمة المدنية ما هذا الجانب المادي هو أنصر مهم جدا أنصر مهم جدا لأن أنا رب أسره أنا مسؤول عن عائلة دائما يقولون أنت طبيب مهنة إنسانية مهنة إنسانية كيف نشتغل بلاش يعني ما أدرس عيالي لا يقولون أن تعمل بلاش في راتب يعني هناك ناس طريقتهم جدي أنت مهنة إنسانية يعني ما لك حق أنك تطالب في راتب أو حافز أو مخصصة مالية تختلف عن غيرك بس من كذا قال سؤال دكتور حسين إذا قال سؤال أن الارتقاء أو أداء المهنة على أكمل وجه لا يرتبط بالشق المادي شنو إيجابتك هذا جزء مننا شق المادي شق المادي يعني مو معناته ما يعطونا حوافز ما يعطونا بونس أنه يقصر في أداء عمله أو أنه يأتي وما يعمل بجد واجتهاد هذا جانب هذا يعتمد على الضمير على تربيته وعلى ضميره بالضبط لذلك لذلك في ناس في أطباء كثيرين لا زالوا متمسكين لأنه عنده ضمير يريد يشتغل يريد يقدم حق البلد لكن فيه تشجيع معنوي نحن الحين عندنا تشجيع المعنوي أنت توفر لي الجو المناسب شلون توفر لي أنا جراح أنا أتكلم عن الجراحة عموما ما أتكلم عن نفسي أنا جراحة أنا محتاج أن أبدع في عملي أنت توفر لي الأجهزة المطلوبة لما أنا أقدم لك طلب أنت في قطاع المستودعات تسوي لي الدورة المستندية هذه لمدة سنتين سنتين ثلاث سنوات وزيدك أربع سنوات يكون الجهاز الذي أنا طلبته صار قديم وهذا إذا وصل هذا إلى الملف ما ضاع هذا الأمر موجود في وزارة الصحة قسم أو دكتور يطلب طلب من المستودعات أنه يوفر الجهاز الجهاز الفلاني يقعد أربع سنين بعدين يوفرون الجهاز يقعد سنوات أنا معاي صار في أشياء طلبتها خيوط جراحية خيوط جراحية الملف يضيع ثلاث مرات وأنا قعد أربع سنوات أعاني أبي أوفر خيوط جراحية عن نوع العمليات اللي أنا مارسها ثاني شي عندك العناية بالمبدعين في أطباء مبدعين عندنا كوتيين عندنا سؤال للمبدعين دكتور حسين لكن نأخذه بعد الفاصل إن شاء الله مشاهدين الكرام فاصل ونعود للمبدعين دكتور محمد لجناعي نحن مقبلين على ثورة مشاريع صحية وتنموية جديدة وكبيرة ماذا عن التحدي الأكبر ألا وهو توفير الكوادر الطبية توفير الأطباء الممرضين كل الكوادر الفنية المتخصصة بهذه المشاريع العملاقة المشاريع القادمة تقدر في طاقة الحالية هناك ستة ألاف سرير إلى سبعة ألاف سرير قادمة إلى الخدمة خلال الكامس سنوات القادمة حالياً نحن نتحدث طاقة السعبية كوية ثمانة ألاف طبعاً يوازي هذه الأسرة طاقم إداري طاقم طبي وكادر تمريضي هل الكويت أو الوزارة الصحة قادرة على تلبية المتطلبات خلال هذا السعب هل تعتقد أنها قادرة؟ الذي نرى على مستشفى جابر بحلاته هناك عدم أو ضبابية في افتتاح هذا المستشفى نشك أن هناك قدرة على توفير الطاقة التي ستشكل هذا إلا إذا كان هناك حل جريء من ضمن الأمور هذه التي نسأل تكلمنا على الخدمة المدنية خدمة المدنية لكي تأخذ لك درجات هناك طلبات وهناك فما في نقدر نقول موازات بين ديوان الخدمة ووزارة الصحة التي تعرف ما متطلباتها في المستشفى بحيث يتوفرها من غير ما تطول نعم عشان الوقت بعد ناخذ أكثر قدر من الأسئلة دكتور حسين كيف ترى تولية الأطباء مناصب إدارية؟ هل هي من مصلحة الحقل الطبي أم العكس؟ الله على حسب اللي شفناه بره في النظام الصحي في كندا وفي أمريكا مثلا أن الإدارة للإداريين ويكون عندها خلفية طبية بس إنه يكون طبيب ويتحول إداري ما تأيده يعني الجو العام اللي شفناه بالكويت إنه فاشل وتعتقد هذا سبب فشلنا بالكويت إن الأطباء يصيرون إداريين إيه لأن هذا هذا طبيب فني والإدارة خبرة تخصص بروح قائم بذاته يعني يعني نحن المستشفى تشتغلنا فيها بره كانوا إداريين لما أنت كطبيب فني تروح تقعد مع الإداري وتقنعه ويصير لجنة مصغرة وتنحل الأمور أو القضايا اللي عالقه خلص يعني القضية قضية أنه إداري يكون متمرس وعنده خلفية طبية بحيث أنه يقدر يعني يقيم المشاكل والحلول نعم دكتور محمد كيف يمكن ضبط العملية الإدارية وحضور والتزام الأطباء بالدوام الرسمي خصوصا أن كثير أو بعض الناس أو المراجعين يشتكي من عدم وجود الأطباء على رأس عملهم أنا أنا ما أتوقع أن الشكوى هذه يعني واقعية الطبيب على عواص عمله لكن أنا أقول لك الطبيب مطلوب منه أنه يداوم خفارة ومطلوب منه يداوم في العيادات الخارجية ومطلوب منه يتواجد في قرفة عملياته ومطلوب منه أنه يراجع الحوادث ومطلوب منه أنه يكون يتابع المرضى في الجناح موضوع أنه على رأس عمله صعب أن أنت تتأكد أنه على رأس عمله لا هو على رأس عمله لأنه لا كان هنا يكون هنا هل لديكم بصمة؟ لا يوجد بصمة أنزين الآن السؤال القادم بس بالنسبة للبصمة ديوان الخدمة أصدر قرار أو مجلس الخدمة المدنية أن البصمة تطبق أو لا يوجد عفاءات لمن أمضى 25 سنة إذا شملكم هذا القرار ما تعلقنا؟ نحن لا يوجد مشكلة من حيث المبدع البصمة أن الدكتور يوم أكثر من عدة ساعات المطلوبة لكن التزامنا في الوقت المحدد في الوقت نكون عند هذا الباب لكي نبصم أو تذهب علينا هذا سيخلق قلق عند الأطباء وهاجز أننا لازم وقت البصمة تهد رافضها يعني دكتور رافضينها من حيث مبدأ البصمة لكننا نحن مؤمنين وإنك كجمعية تتبنون الرفض هذا رسميا كيف نتبنى الرفض ستطالبون بشيء؟ نحن مقضية نطالب ونصعد نحن نوصل الفكرة للمسؤولين أن مهنة الطبيب مهنة لا تشوفها داوم من ساعة كم لساعة كم تشوف أداءه تشوف تواجده في المستشفى بخفاراته هذا اللي أهم مفروض الواحد يراكبها لذلك أنا أقولك نحن نطلع من ديوان خدمة لأن القوانين اللي قاعد تطلع من ديوان خدمة هي للمهام المدنية لكننا لا نعتبر أننا من ضمن المهام اللي تنطبق علينا وانت رأيك دكتور حسين في مسألة البصمة وكذلك إلغاء إعفاء البصمة وأيضا هل تؤيد تجربة تجلب أطباء من الخارج بدل من الإرسال إلى العلاج بالخارج؟ البصمة حق الشخص اللي يشتغل شبتات ممكن تنطبق بس حق الأطباء شوية صعبة لأن مثلا في أطباء تخصات نادرة يغطون الكويت كلها فسعات يضطر أن يهد رأس عمله مستشفى مثلا يروح مستشفى ثاني لعملية طارئة طيب ينتهي الدوام الرسمي وهو لا زال في عملية ما يفعله بعدين يروح يرجع نمسي المستشفى عشان يبصم فالقضية حق التخصصة حق الأطباء عموما حطوا لبصمة هناك في المستشفى قبلوا بصمتنا ما في مشكلة بس في النهاية هل أنت كهيئة إدارية راح تحاسبني على الساعات العمل إضافية و أنا أقول لك لا تحاسبني على ساعات العمل إضافية لأنها غير مجزية يعني يعني لحين لو تعطي حق واحد متسول ربع دينار يقول شون ربع دينار هذا فهذه نفس الشي فقضية وزارة الصحة قد تتعامل مع الأطباء للأسف بهذا الشي لما تحطك أنت عندك عيادات بعد الظهر و تقول مثلا عشر دنانير بالساعة أقول لك عشر دنانير أزوي الأطباء من خارج جلب الأطباء بدل تبعث الناس للخارج أنت تقدر توفر أطباء من بره طيب أنت ليش ما ترعى ما ترعى أبنائك أبنائك فيهم الخير والبركة أنت عندك متخصصين نحن عندنا قسم العلاج بالخارج ثق ثق أن تسعين بالمئة إذا ما كان أكثر من الخدمات موجودة بالكويت و يقدرون أبناء الكويت أن يوفرونها الخدمات موجودة موجودة لكن ككوادر قادرة لكن القضية قضية سياسية قضية سياسية قضية شراء ذمم قضية رشاوي سياسية للأسف أنا للأسف أقول هذا الكلام لشراء ذمم الخدمات موجودة بالكويت والتخصصات موجودة بالكويت و عندنا أبناء الكويت يغطون معظم التخصصات نادر ما تلقى هناك حاجة للسفر للخارج نعم دكتور محمد واقعياً هل التعامل مع الأطباء يتغير بحسب البلد الذي تخرج منها هذا الطبيب يعني ما هي مشكلة الأطباء الخريجي أمريكا الشمالية تحديداً مع الأنظمة واللواح في وزارة الصحة معظم الأطبائيون من الخارج الدكتور حسين يضحك أمريكا الشمالية دكتور حسين نعم أمانة أننا نحتكينا بالزملاء طبعاً الشكوى الأساسية اللي هو النظام وزارة الصحة كنظام إداري ما هو متناسك معهم لأنهم متعودين هناك على نظام أيون في وزارة الصحة يفتقرون هذا النظام اللي كانوا متعودين عليه أيون إلى وزارة الصحة فأكيد فيه فارق وتعليق دكتور حسين وأيضاً بدمجوا سؤالة بالنسبة لأمريكا الشمالية خريجي أمريكا الشمالية لطباء وكذلك هل سيستم وزارة الصحة أنت تفضلت وتحدثت قبل الفاصل قلت عن الإبداع أن هناك طبيب ممكن يكون عنده إبداع فوزارة الصحة لا توفر البيئة المناسبة هل سيستم وزارة الصحة عندنا في الكويت يتيح للطبيب ابتكار علاج جديد توصل إليه هو شخصياً أو جلبه من الخارج في مرحلة دراسته أو أيضاً زمالته هناك في الخارج بمعنى ما مدى مرونة النظام الصحي مع العلاج والنظريات الجديدة النظام بالكويت الجو العام بالكويت في وزارة الصحة هو طارد ليس جاذب هو قاتل للمواهب لكن هناك عندنا محسوبية هناك عندنا واسطات في شخص مبدع تفتح له ميزانية ويبدع أكثر في شخص مبدع أنت تهمله وتضغطه وتخليه يكره حياته ويروح لقطاع الخاص الهجرة الداخلية إذا ما هاجر أطباء اللي يخرجين الأمريكا الشمالية كندا وأمريكا أهم يمثلون أكثر نسبة الأطباء المهاجرين للعلم سواء كانت هجرة خاصة داخلية أو هجرة خارجية ليش؟ لأنه ينصدم في نظام عقيم في تقييم الخبرة في تقييم في تصنيف الشهادات يفاجأ في نظام في المستشفيات أنا ألجأ أنا كطبيب متخصص في مجالي ألجأ لي شخص ثاني متخصص عشان يساعدني في علاج هذا المريض سواء كان علاج طبيعي تغذية أو أشوف هذا الشخص الثاني ما قاعد يؤدي واجبة لكن أنا كنت عايش في سيستم الكل يعرف مسؤوليته الكل يعرف واجبة مهمة نعم دكتور محمد لماذا يشتكي بعض الأطباء من لجنة التظلمات في الوزارة؟ يعني أنا أحب يعني أبلغ الأطباء أن هناك طبعا كل من عارفت وقع الآن وزير الصحة دكتور جمال حربي من قبل شهر شكل لجنة كان حاضر عندنا في رمضان لغبقة الجمعية الطبية لجنة حك شنو؟ أعلن أن لجنة لنظر في مطالب الأطباء وتظلماتهم سواء الفنية أو المالية ونعقدة لجنة تتوقع اجتماعين تشكلت اللجنة على طول لجنة التظلمات هذه توقع للترقيات وأتوقع أن حلت كانت مع معهد الكويت اقتصاصات الطبية لكن هذه اللجنة الجديدة التي شكلها دكتور جمال وزير الصحة نحن متأمنين فيها خير نحن كجمعية الطبية مشاركين فيها سترسل التوصيات خلال إن شاء الله سبعين إلى ثلاث لكن الحل المشكلة لن تشكل لجنة ونرى ما هي متطلباتها لا بد أن يتكاتف الجهود مع وزارة الصحة والجمعية الطبية في تطبيق هذه التوصيات باختصار شوال وظيفة معهد الكويت الدراسات الاختصاصات الطبية باختصار هي هي تابعة الوزارة الصحة مسؤولة عن البورد الكويتي بشكل عام البورد الكويتي بالفترة التي فاتت كان تخصصات محدودة الآن تقريباً 22 إلى 23 تخصص ومن المؤسسات التي إن شاء الله لها مستقبل وبالعكس هي أد فاليو نعتقد أنها من الأمور الممتازة في وزارة الصحة نعم دكتور حسين عندك تجربة مع لجنة التظلمات نعم لجنة التظلمات في وزارة الصحة ما فيه لا أدري ما أحتجتها قد يكون ما أحتجتها واضح أن عندك تجربة لأن يعني ما أ esque identities هناك فى مصطلح يعني يكون يعني لجنة التظلمات قد لا ما مرت عادي مستقبل لأن أنا ... قلت تجربة أني بالنسبة لي من كثر مما فقدت الأمل في وزارة الصحة ايه و أنت موظف الآن بوزارة الصحة أنا موظف facile ولا أعمل في الخاص ولا تعمل في الخاص و ما تمسك في وزارة الصحة ايه ليس لعشان وزارة الصحة عشان الناس عشان نخدم الناس سواء كان مقيم أو مواطن لأن أنا تخصصي نادر صعب أن أروح الخاص إذا رحت الخاص راح أتنازل عن تخصصي نادر وأشتغل في مثلا الجراح العامة أكون أنا ما أبدعت في عملي لذلك أنا تعلم شيء واحد أن أشتغل بالموجود لا لجنة تظلمات ولا أروح أراكض حق شغل الماضي يعني الأجهزة والمعدات أساس أن أقدر أوفر حق المرضى أقدر أسوي عملياتي براحة وأبدع في عملياتي لذلك هذه لجنة تظلمات دكتور حسين نبي كلمة أخيرة وكذلك وزارة صحة هل لها نصيب من الشهادات المزورة أو الوهمية الأخيرة يعني هذا الملف الساخن في هذه الأيام ما الذي يضمن عدم وجودها عند الأطباء الوافدين باختصار كلمة منكم دكتور حسين ودكتور محمد وأيضا هي كلمة أخيرة السيستم عقيم عندنا بالكويت تقييم الشهادات يجب أن يكون سريع عندنا إذا كانت شهاد المزورة يجب أن تكتشفها خلال أسابيع عندنا السيستم يأخذ سنة لسنة ونص هذا الشخص الوافد للمنيم شهادة مزورة يشتغل سنة ونصبع لكتشف أنه شهادة مزورة لكن في الدول اللي بره الجارة جارتنا المملكة أرسل السعودية خلال اسبوعين أنت عندك ترخيص تم تقييم شهادتك تم تصديق على الشهادة ويعطونك مزاولة المهنة يعني ممكن هذا الأمر يكون موجود شهادة وهمية ومزورة؟ ممكن عند بعض الأطباء؟ ممكن دكتور محمد ممكن أن يكون موجود؟ ممكن وإدارة الترخيص قدمت اختراح لوزارة الصحة أن ندخل فيه سيستم دول الخليج اللي هو فيه شيء يسمى نظام داتافلو الداتافلو هذه تتأكد من الشهادة من تزويرها أو من مصداقيتها وتعطي تقرير فيها فإننا عملنا مع إدارة الترخيص أن ندخل هذا النظام كيف تتأكدهم من الوافدين أنه لا يكون لديهم شهادة مزورة؟ النظام هذا النظام هذا العالمي تحط الشهادة حاليا الآن حاليا الموجودة؟ حاليا الشهادتي والسنة لازم تروح نترك التعليم العالي التعليم العالي رأس الجامعة اللي كان يشغل فيها الدكتور ويرد عليه تأخذ سنة تقريبا نعم دكتور محمد الجناعي أمين عام الجمعية الطبية الكويتية شكرا جزيلا لك الدكتور حسين حياتي استشارج جراحة الكبد البنكرياس وقنوات صفراوي وزراعة الأعضاء في المستشفى الأميري شكرا جزيلا لك اياك الله مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة هاشتاغنا الليلة كان بعنوان هجرة الأطباء وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة استودعكم في أمان الله